نعم بالطبع أنها قاب قوسين لأن إسرائيل قد حددت موعدها منذ منتصف هذا الشهر وانتهاء منها قبل أول أيلول موعد دخول التلامزة إلى المدارس وعودة المستوطنين إلى الشمال وعودة الحياة الاقتصادية إلى مجرها الطبيعية أن قرار الحرب في جنوب لبنان يتشنه إسرائيل ليس بالطبع إذا وافق حزب الله على أي حل ديبلوماسي لأن الموضوع في المدى القريب يتعلق ببعض النقاط الحدودية وبإبعاد السلاح السقيل عن الحدود لسيما الصواريخ الموجهة إنما على المدى البعيد يتعلق الصراع بميزان الردع وبميزان القوى إسرائيل تعتبر أنه يمكن في أي لحظة من اللحظات إن لم يعود السلاح السقيل بعيدا عن الحدود مع فرقة الرضوان الفرقة التدخلية ممكن أن يحاكي حزب الله ما فعلته حماس في 7 أكتوبر وبالتالي حزب الله كان قد قام في منطقة جزين في عرمتا بمحاكاة الدخول والتسلل إلى المستوطنات الشمالية في الربيع الفائت وبالتالي خوف المستوطنين في الشمال إسرائيل ليس فقط على أرزاقهم وبيوتهم ومزارعهم ومصالحهم التجارية إنما بل خوفهم الأساسي هو من عملية تسلل مشابهة لعملية حماس في الطوافات الأقصى في 7 أكتوبر وبالتالي ما يتعلق بالحدود اللبنانية ليس فقط مرتبطا بمبادرة من هوكشتاين أو من الولايات المتحدة وإنما أيضا مرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية هذه المباحثات التي لم ترى أي جدوى لغاية الآن أو أي نتائج وبالتالي هي تنعكس على استمرار التصعيد في جنوب لبنان من قبل حزب الله إسرائيل تريد إنهاء الوضع الشاز إنما حزب الله هو من يصر على عدم تلبية أي مسعى دولي بناءً لأجندة إيرانية وليس أبداً من أجل مصالح الشعب اللبناني